موسيقى 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 جميل سفرت وأنا في الجامعة العراق وسفرت السعودية واشتغلت فيهم وسفرت في فرنسا تسع سنين يعني بدأ خطوة خطوة بدأ حياتي يعني كونت مستقبلي ومستقبال والدي على مدار مدة طويلة جدا اشتغلت في السعودية اشتغلت في مصر في حاجة كثير اشتغلت في العقارات اشتغلت في مصر نعزيته سكر مجالات كتير جدا اشتغلت فيها يعني كان فيه قصة كفاح كبيرة 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 طيب لو قلنا عايزين نعرف اول حاجة هل جهاز مدينة ستة اكتوبر والشيخ زايد هل فيه تعاون بقى ما بينك وبينهم كده الى حد ما بس احنا عندنا مشكلة في مصر كبيرة جدا اللي هي ايه ان انت خدت القرار ما بتكونش قليات تنفيذه يعني مثلا لو جينا نتكلم انا بقى حوالي 15 سنة في الشيخ زايد انا يعني خارطت الشيخ زايد ممكن ارسمها لك على الترابيزة اللي قدامنا دي تحفظها يعني ممكن مشيك في شوارعها من غير اه خاصية سنة عمري برضو انا سنة اه تمام فمثلا في الشارع اللي هو الرئيسي بتاع الشيخ زايد في هايبر وان اللي هو شارع هايبر وان اه تمام وانت داخل بتلاقي كومباوند رويل سيتا على يمينك وهايو بار على شمالك تمام لما تمشي على طول كده بتلاقي في بقى ايه كام كومباوند على داك اليمين وبعدها ارض فاضية جدا اسمها السورة الخضرة كانت خضرة لانه لفها مجال مفيش ميا عشان تبقى خضرة اساسا زي الحزام لا اقدر برضو اسمه اقدر بس هو ملوش دعاب الخضار يعني بس هي ارض فاضية ارض يعني ارض بيرة ما فيهاش انت عشان تخضرها لازم عندك يا ابار يا ميا بتجيلها مفيش لا فيه ميا ولا فيه ابار ولا فيه اي حاجة بالحاجات دي كلها فهي خضرة ازاي اللي هو اعلم برضو بقى لها عمري عمري يعني تمام اه اخيرا انت المجتبعات التربارية مشكولة نزلت يوفت كده ارض تتبع هيئة المجتمعات العمرانية شيء جميل جدا خلت الاراضي بعد المكان الفتدان مثلا بمليون بقى الفتدان بخمسة او بستة تمام طب ايه قليات بقى انت بقيت بعد هيئة المجتمعات العمرانية الله اعلم طب بقالك قد ايه واحدة القرار ده بقالها كتير ايه واحدة القرار ده لدرجة ان الاراضي بعد ما كانت غريت بدأت ترخص تاني يعني انا من يوم ما دخلت الشيخ زايد واشتغلت في العكرات وفهمت يعني ايه عكرات وفهمت يعني ايه تخطيت اولا انا بحيل رسم يعني المهندسين اللي خطيته الشيخ زايد واكتوبر والتجمع طبعا بقرة طبعا ايه لان انت لما تجي تبص للخريطة هتلاقي مثلا لو جيت تفسر احياء زي الحي السابع والتامل مثلا او الحي السابع بتلاقي اولى وتانية وتالتة وربعة تمام تلاقي التالتة واحدة صف كامل التانية والربعة بينهم الاولى ايه موازية للتالتة فرسمين خريطة وبص حاجة انا مستوى عالي يعني لا وايه انت واخد الشبه يعني مثلا لما بتبقى كده ده شبه ده وده شبه ده بيديك اللي هو التماسل فعلم فشغر حلو جدا فانا من يوم ما دخلت الشيخ زايد ديات وانا ليه اتصور للثورة الخضرة والحزام غريب جدا ايه هو انا على فكرة فيه ناس ممكن تدعمل الكلام ده وممكن تقول ايه انا عندي فددين في الثورة الخضرة دي الدولة لو جات وقالت انا خدت الارض دي منكم انا اول الناس اقول مبروك خدوا اديلي كتعتين اتنين مقننين يعني انت حضرتك لك ارض كمان في الثورة الخضرة ماشي خدها اديها للرسامين بتاعنا هيعملوها احياء من ضمن الاحياء اللي موجودة عندنا في الشيخ زايد الحياء الاربعتاش اللي بقى اول خمستاشر والسبتاشر مثلا ارسمها صح تعال اقول لي انت هتاخد الفدان هديله كتعتين اتنين الف متر اقل ما كان في الشيخ زايد دلوقتي الهيئة بتنزله للاراضي المتر بكاب بعشر تلاف ماشي لو انت ديتني كتعتين اتنين الف متر فعشر تلاف اذا عشر مليون جنيه انا مش عارف ابيع الفدان باربعة مليون ولا بخمسة مليون دلوقتي يبقى انت خدت واستفدت انت ديتني الف انت فضل لك تلت تلاف ومتين متر كدولة هتاخد للمرفق الف ومتين متر وهتبيع للناس بخصوص ماريان الفين متر تانيين هتعمل بومبليون التحتية وهتعمل وتعمل 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 لكن المشكلة كلها انت اخدت قرار ما عملتش ايه قلياته في ناس بتبني في الثورة الخضراء هتتقلب عشوائية تب ايه كلام يعني مش منطق يعني فهمت في ناس بني اصورة على فكرة ماشي الناس دي عواتها ماشي مفيش حاجة اسمها ده قراري منفوض يبقى قرار سيادي ومعلى فكرة ما حدش في حقيقة المجتمعات ومعنى كلها يقدر ياخد القرار ده المفوض يبقى قرار سيادي ليه؟ دي مصلحة عامة انت عندك بص الربوة مثلا مش حد ما يعرفش الربوة مع ان ده ماعتبرش اعلان متهيقلي الربو ده كوباون دي بتاع 3 مصطفة ده حاجة جمدة جدا الناحية التانية منه الثورة خاضرة ازاي؟ تقولي ده بعشرة مليون جنيه فيلا وباثناشرة مليون جنيه فيلا وهنا ثورة خاضرة ماشي خاضرة خالد طب ما حاوتش تتعاون مع المسجدين كده وتكلف مع الجهاز بالكرار ده كرار صحب لي لان الارالي دي فيه ناس لها يعني فيه ناس عندها لهم للحد اللوقت لما قالوا هنقنن هناخد منك نص الارض والنص التاني هندهولك مقنن فيه ناس كتير جدا جدا مقدموش يعني احنا بنقول لك هناخد نص الارض وهرديك ايه الباقي مقنن تمام تكير بتحكوا علي ولا ان انا متهير اه يعني اه فاهمني؟ ففيه ناس كتير جدا مقدمتشي وقننوا الوضع مش حال بقى لما يجوا لهم احنا هناخد منهم كل اراضي اه مش كبير ممكن تكونت لمشي ازاي فاهمني؟ هما المفروض ده كرار يعني يكون سيادة ليه زي ما بقول لحضراتك كده الاتنين واحد هم اللي فرق بينه بدك شارع بس انت برضو لازم المستثمر برضو الجميع وكده وورده وتكلمه مع الجهاز برضو ايوما يعني انا لازم اوضح للجهاز عشان هو يكون عارف انا عايز اعمليه هم احنا مش عارفين معلش برضو انا لازم برضو لازم اكون انا في ما هي فيها حاجة اسمها مجلس اماني الشيخ زايد مجلس اماني الشيخ زايد ده المفروض يكون دوره اه تمام اه هو اصر حتى لما يقول لك ايه انا هاخد نص الارض وديك نص الارض طيب انت هتاخده نص القدامه ولا لباره طيب انت هتاخده نص بطوله ولا لباره طيب مش مانت لك يعني فاهم لازم انا عزينا اسمه يعني الاقتراح الطبيعي والبديل امسحها مسحي تماما فاهم لو عليها اصر هشيله تمام وهخططها صح كتع رقم كذا مش شرط انا في المكان ده ان انا اخد فيه كتع رقم كذا مسحة كذا النسبة البنائية بتاعتها كذا تبقى فاهم عملوا على كله اه زي ما هم عملوا كده في الاركابة الادارية تمام في ابتع وينو واتعوها كتع وينو كل واحد كتعتين ثمان الفدان بتاعه او الخمس فدين بيتوقف فاهم تمام بس طيب احنا لو قلنا ايه هي المعوقات اللي بتوجك بقى في العمل بقى وفي الشغل وطبيعة عملك وشغلك الجهاز بتاع الشيخ زايد وعموما الاجهزة احنا عندنا ايما تدخل مثلا تقدم ترخيص بص بيكرهوك في حياتك فاهم دي برضو من نقاط المهمة جدا يعني مفيش مفيش اعظم اقول هات وخد كده وسهل موضوع وسهل موضوع المفروض هم عليهم ضغوط عندك ضغط ما تعمل يا عم في فترة تانية او ثالثة وربع زي الشهر اكرا ما تدخل تلاقي الناس فوق بعض تم ما تعمل فترة تانية تم ما تيجي اللي بيعمل مثلا يقولك انا اه بعمل ساعت ما تلاقي التوكيل كده مكتوب في البيع والبيع وشراء اعملوا التوكيل ده بمئتين جنيه مش عايزة عالو وعدموظفين ويديهم مرتبات ويديهم مرتبات عالية جدا كمان وشغالهم فترة تانية او ثالثة وربع انت بتقول فيه الناس عايزة تشتغل فيه تصوبة الكتير قوي انهنا ممكن نعملها يعني انت يجي يقولك مثلا ده بقرر لازم مجرد الشعب ومعرفش وزارة العادلية اللي تقولك يا عم تلمك فيه مكتوب فيه البيع والشراء خد منه متين جنيه انا ببيع وبشتري يعني مش هيني فهم فيه توكيل ادارة فاهم توكيل محامي توكيلات العادية خد منه الرسوم العادية متعملش عليه هدك فاهم يعني بسهل الموضوع فهم لا امش كده يعني انت عايز يعني ما يبقاش في تزاحم يعني برا انت بتاخد الخدمة بتاعتك بفلوسك اه بخلص اعمل خدمة مميزة عامل في الشركار اللي حضرتك كده معينا ده هتبقى فيه عنصرية الافضل ان انا ايه طالما توكيل مكتوب في بيئة وشراء يبقى الرسوم بتاعته مثلا متين جينيه تمام ماشي انت لما تروح حضرتك بتشتري شقة او بتبيع شقة لو دفعت متين جين رسوم مش هزعلو بس هتكون خدمة ايه وانت قاعد كده هتلاقي رقم طلع على الشاشة وفي دقيقة واحدة تروح للموظف ايه اكترونية كده يعني زي ايه حاجة شي كده ومجموط زي ما بدوا يعملوا في المرور حاجات زي كده وفي الشارة قريب بقى ليك رقم فعلا انهم اطلوا يعملوا حاجات كتير دلوقتي حاجات يعني كانت لوقت صعبة وكان بتاخد وقت وكده دلوقتي فيه حاجات كتير استهلت وبقولهم المرور بقى فعلا يعني انا دايما بلوم على الناس بتوعنا في حاجة واحدة بس ايه ايه انا بتصفر برا كتير جدا برا مصر واشتغلت برا مصر تسع سنين في فرنسا ماشي انتو بتشوفوا الكلام ده برا ما بتطبقوش هنا لين يعني ما بتصوفوش برا يعني لما بتصفروا طاعم ما تطبق او في مصر او يعني حاجات من الحاجات غايمة يعني احنا ممكن نكون حساب من برا بس احنا عندنا مشكلة في حياتنا دايما بالأولئية احنا 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 ملناش دعوب احنا كلنا احنا احنا عايزين من حاضر او طاعم بس طيب احنا عايزين نتكلم بقى في طبيعة عامل شواء حضراء في الشركة طاعة حضرتك والعروض ان انت بتقدمها بالنسبة لشركة طاعة حضرتك انا ببني عناير وببيع شواء بالاستو عملت مشروع اسكان شباب كده اللي هو اسكان مبارك بتاع زمن دوت برضو اسمه جانا جرين اه الشواء اللي هي المدعمة اللي هي تلاتة وستين مترية اه كنا بنباح على اربع سنين الشقاب تسعين الف وعلى ثمان سنين بمية وثلاثين الف فا يعني مجالش اقول لي اه في انا عندي مثلا مولات تجارية عندي حاليا انا ومجموعة من الشركة كده مولتو جاري اسمو زكيت اه يعني هيبقى حاجة كبيرة في الشيخ ذات ان شاء الله يعني بسم الله ان شاء الله على بساحة تلاتةاشر الف متر اه في برندات كتير جدا جات معنا في الحد الوقت الحمدلله ماجدونال ودانكل دونس وبالزهات وديمونيز كوائز جميل فيه وصيدريات الماجد يعني فيها رسماء كتير جاد جدا فيه ان شاء الله يبقى الفتاح بتاعه على شهر تسعة الجاي دوت ان شاء الله على مصاعي طبعا كده اه على مصاعي وتشتبط حلوة وان شاء الله يعني نتمنى ان هو يكون اضافة في الشيخ زائد ان شاء الله طبعا ان شاء الله انا دايما بحاول ان الواحد يعني الحمدلله دايما اه طول عمري ممشي بمبدأ واحد بس لما يجي اعمل حاجة يرد ربنا في عمل الحاجة ديت اه طبعا نعم حاجة اه دايما بنبه على الناس بتوعي اه لما تعمل حاجة لازم ترد ربنا في شغلك علشان ربنا يبقى فالحمدلله انا دايما بحاول ان ارد ربنا في شغلي وان انا اعمل يعني مثلا لو انا هاكثر فلوس في عمارة بس المهم ان انا اعملها بما يرد ربنا تعمل شغلك مزبوط يعني تراعي ربنا في شغلك اه يكون شغلة عالية نوع كده كده اصلا بيبقى برضو صمت الشركة طبعا يعني الحمدلله اهم من صمت الشركة ان انت ترد ربنا سبحانا وتعالى في عملك وتعمله بميرد الله يعني بتبقى له ايه برضو اسم محمد الحاجات دي يعني الكلام اللي ببقى قولي الاوي يعني الحمدلله اسمت طالما احنا كلنا ميتين بس طبعا فيش شركات كده اصلا انا براعي ربنا جدا في شغلي يعني انا لا دايما بقول لهم لو هنقسر الفلوس اهم حاجة ان احنا اعمل شغل بميرد ربنا طبعا ما عملت الحاجة ما تقولش يعني مثلا ايه حضرتك بتشتغل في مجالك ماقولش انا بديهم على قد فلوس انا اقرح او انت قابلت تشتغل الوظيفة دي بجنيه يبقى لازم تعمل شغلك سيخلق لان رسول الله السلام بقالش من ابدا منكم زيادة يدي للشغل حقه فدايما يعني نحاول نراع ربنا والحمدلله على قد ما ما اقدر يعني هل بقى فيه شغل بتاع حضرتك بقى يعني فيه شغل زياد بس واكتوبر انا ما بحبش على شغل زياد واكتوبر يعني انا مؤمن بمبدأ التخصص يعني مثلا انت لما تيجي تشتغل في مكان بتاخد فيه صمعة كويسة بتاخد فيه مكانة كويسة لان يعني انا ضد ان انت يبقى هنا وهنا وهنا لا لما بتركز في مكان واحد بتاخد فيه بتقدر تملك فيه مكانة كويسة تقدر تفهم المكان يعني زي من هلتر حضرتك كده محافظ الشغل ليه انا بحب المدينة دي جدا وبحبها جدا وبحب اكتوبر فانا انا ما اروح التجم واخد شغل فيها ليه يعني مهما كان انت ما تبقى في مكان واحد بيبقى افضل يعني فانا مؤمن بموضوع التخصص بس برضو يعني وانا كده كده فينا يتخصص يعني ايه احنا عندنا مثلا انت بتقولك تقوله تعرف تشتجر نجار يقولك انا نجار واحد دادو يا عم انت ما مانفعش اه لازم نتبقى كل واحد دي ايه حاجة واحدة اه حتى المتروسة الخليج ما زمنا بتاعي يقولك المصريين انتوا بيعملوا كل حاجة اه والاخر ما بيعملش حاجة والاخر ما بيش على الفاضي اه طب هي دي مشكلتنا يعني انت عارف لازم نبقى صرحة مع نفسينا يرعى ربنا واذا عمل حاجة يعملها صح ما يقولش انا بقى اشتجر يعني مثلا انا بقى بط كامع عشان كده انا هتدوله عياد زجره ويبص يسلم امره ربنا يعني انا يعني الحمدلله انا عندي يقين بربنا صحنا وتعالى رهيب ان كل حاجة بتاعت ربنا كل حاجة مقدرة كل حاجة مكتوبة كل حاجة متسترة يعني بص يعني علمته انا قلتك تقول انا يخذوا غيري فاطمهانا قلبي انت لازم تبقى عندك اتمنين عندك تبقى عندك يقين كل حاجة مكتوبة عند ربنا انت عليك ان انت تسعى بس ما عليكش ان انت تنجح يعني المفروض ان انا اسعى اعمل علي ما نامشي واقول ان انا انا ده ربنا هيديني لا مش هيدين ماشي لا انا اعمل مجهود وبعد كده التوفيق بقى بتاع ربنا سبحانه وتعالى وبعدين كل ما تشتغل بما يورد ربنا كل ما ربنا سبحانه وتعالى بيوفقك يعني انا في شغلي كل ما بتدل شغلك كل ما ربنا سبحانه وتعالى بيوفقك انا دايما لم بجأ بي او بشتري في اي شغل برا يا ربنا في احنا طبعا وقت حلالتنا خلص فطبعا احنا كنا سعالين يوم بحضور لحضورك معنا السيد محمد فودا مستثمر الشيخ زايد واكتوبر ومالشخصات الجميل ان شاء الله شركة الخارجية وان شاء الله يكون معنا في اللقاء تانية ان شاء الله اشتركوا في القناة